السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام والجميع بخير تابعينا بالاشتراك والتعليق والمشاركة نخلط الدقيقة مع سكر بودرة ولوزي محمص مطحون ثم نضيف زبدة ومن ثم فانيليا نخلط المكونات مع بعض نضيف بيضة ونخلط في الخلط حتى تتماسك العجن ونستمر في العجن حتى تتكون العجينة نعجنها ونفردها مربع الشكل كما تشاهدين نلفها في نيل ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ندهن القالبة نفرد العجينة نجهز القالبة ونفرد العجينة ونضعها في القالبة كما تشاهدين ثم نخرم إلترت بشوكة وباقي العجينة نفطعها بفرومات ونصنع به كوكيز نضيف حبات فصولية إلى الترت لمنع الترت من الارتفاع نسخن الفرن إلى درجة حرارة 170 ونضع فيه ترت لمدة 25 دقيقة على الأكثر نصف ساعة ثم نرجعه إلى الفرن حتى يتحمر ويأخذ لون نقطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة ثم نسخن الكريمة ونضيف فنليا ثم نضيف الشوكولاتة ونحركها حتى تذوب نضيف زبدة ثم نسكب الكريمة على الترت ونضعها في الثلاجة حتى تبرد لمدة 3 إلى 4 ساعات طريقة الجناش نضع الجيلات في الماء ثم نضيف السكر بودرة إلى الكاكاو ونضع الكريمة ونضيف عليها ماء في كازرونت على النار ومن ثم نضيف خليط الكاكاو ونحركهم جيدا ومن ثم نرجعه إلى النار حتى يغليه وبعد ذلك نضيف الجيلاتينة ونستمر في تحريكه حتى يذوبه نصفيه ونغلفه بعد ذلك بنيلون حتى تنزل درجة الحرارة كما تشاهدين ثم نزيين التارت بالجناش ونضيف إليه لمسة جمالية بالهناء والشفاء تابعينا لمزيد من الأفكار والوصفات والحلويات الغربية بالاشتراك والتعليق والمشاركة دمتم في حفظ الله ورعايته